اشتركوا في القناة بتشهد الأزمة أنا بسميها أزمة أزمة حضور الجمهير ورفض حضور جمهور للنادي الأهلي على الرغم من وجود موافقة قبل كده ووجود قرار من اتحاد الكورة بحضور خمس تلاف مشجع واللي مخلي الأمور فيها أزمة بطلق عليها اللفظ ده أن الجمهور اللي هيحضر من الأهلي أو سواء كان من الزمالك قبل كده في المبراد دي هو جمهور أعضاء جمعية عمومية معروف هم مين الدعوات بتبقى معروف معروف العدد معروف المكان اللي هيعودوا فيه فأعتقد أن الأمور كانت المفروض تبقى أسهل من كده كنا نركز بقى في المباراة في الفنيات طبعا مباراة هتبقى قوية جدا مباراة مؤسرة هنتكلم عن ناحية الفنيات كنا هنهتم أكتر كان هيبقى كلامنا منصب أكتر على الأمور دي مش على الأزمة اللي إحنا فيها وده الطبيعي المفروض يعني الأهل بتمسك بحقه بخوض المباراة بجمهور خصوصا إن لو تكلمنا عن مبدأ تكافؤ الفرص للأهل بينادي به ويمكن أندية تانية نادي به منها نادي بيرامدز نفسه اللي تكلم عن تكافؤ الفرص بين السلاس اللي بينافس على اللقب وإحنا دلوقتي بنقول إيه أصعب فترة فيها منافسة نحن شايفين النقطة فرق نقطة نقطتين ابتلت فرق عندهم الطموح سواء أهل أو زمالك أو بيرامدز عندهم طموح الفوز عندهم طموح اللقب المنافسة شرسة جدا وصلنا بمرحلة اللي احنا نقول عليها مرحلة الحاسمة يعني الفترة دي احنا الأهل هيلعب بيرامدز فيه الزمالك هيلعب بيرامدز فيه في نهاية الموسم الأهل هيلعب الزمالك دي مباريات فاصلة في شكل تحديد البطل السنة دي فنيجي في الوقت ده ونرجع تاني نقول لا المبارات دون جمهور لا الأهل بيتمسك بحقه خصوصا إن مبارات الدور الأول ما بين الزمالك و بيرامدز اللي هما الاتنين المنافسين للأهل واللي بنطبق عليهم نفس الكلام ونفس الشروط فيما يخص تكافؤ الفرص مبارات لعبت بجمهور يمكن برضو لو رجعنا الوراء أكتر مبارات الاسماعيلي و بيرامدز بالضبط اللي كانت في الاسماعيلية يمكن كانت أول هزيمة ال بيرامدز صح فكان الجمهور عامل مؤثر جدا في المباراة الاسماعيلي فاز كان موقفه صعب جدا في جدول الدوري كان بيرامدز ماشي بشكل كويس ومع ذلك الجمهور كان نقطة انطلاق أو نقطة قوة جبيرة جدا للاسماعيلي أنه هو يفوز بالمباراة دي فبما أن الفرق دي استفادت من حضور جمهورها سواء الزمالك سواء الاسماعيلي سواء أي فريق قبل بيرامدز وجمهور وأنا بخص هنا الزمالك ليه لأن زي ما قلنا الزمالك والأهل و بيرامدز هما اللي في المنافسة هما اللي على اللقب يمكن نفتكر حصل أزمة مشابهة من فترة كان بطالها بيرامدز اللي طالب بعدم خود مباراته أمام الأهلي إلا بعد خود الأهلي والزمالك مباراتهم تطبيقا تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص اللي بنتكلم عليه يمكن قلنا عنده حق يمكن قلنا اتحاد الكورة نفسه اعترف بالخطأ وقال أنا أخطأت وعمل تعديل في جدول الدور مخصوص بسبب الطلب ده وأنصف بيرامدز في القصة دي فأعتقد من العدل إن ما يطبق على هذا النادي يطبق على هذا النادي بغض النظر بقى عن الطلبات عن الصوت الأعلى عن اللي بيقدم طلب مبكر اللي بيقدم طلب متأخر مفروض اتحاد الكورة دوره تطبيق العدل بين المتنفسين وأنا بتكلمش هنا كمان عن المتنفسين في القم فيه برضو فرق بتتسارع على الهبوط فيه فرق يهمها مراكز تأهل أفريقي فالفترة دي فترة صعبة جدا في الدوري كل الفرق بتجني سمار اللي عملته الفترة اللي فاتت من بداية الموسم فمن الظلم أننا أجي على فريق على الحساب فريق آخر بغض النظر عن الأسماء بغض النظر عن الأهلي بغض النظر عن بيرامتز بغض النظر عن الدخلية الجونة أي فريق من حقه أنه هو يحصل على حقه والحق هنا أنه هو يكون متساوي في الحقوق والواجبات مع الفرق اللي بتنفسه نزلط علشان لما يتحدد نتيجة أو يتحدد بطل أو يتحدد من هابط أو من صاعد يكون عن حق وعن عدل ومحدش يشتيكي من الظلم القصة دي أعتقد أن الأهلي حتى الآن لو بننكلم عن التطورات الأهلي حتى الآن نمكن نقول في مشاورات في في اتصالات في تشاور الموقف هيبقى إيه ولكن لحد قبل ما ندخل على الأهلي موقفه كان واضح مبارح وأعلنه في بيان رسمي أنه هو بيتمسك بخوض المباراة بجمهور أسوأ بما حدث في مباراة الزمالك وبرامتز ناهيك عن قصة الجمهور أو التشكيك أو الخوف من جمهور الأهلي لأ إحنا شفنا جمهور الأهلي في المباراة اللي فاتت الفريق خسران الفريق خارج من بطولة بطولة كبيرة كعتحلم عند كل الجمهير كعتحلم عند كل اللاعبين ومع ذلك شفنا مشهد في نهاية المباراة الكل أشد بي والكل وقف عنده تحية اللاعبين للجمهور وتحية الجمهور للعبين الكل تكلم عنها الكل تكلم عن الالتزام بالضبط يعني الكل تكلم عن الالتزام الكل تكلم عن المظر الحضار اللي قدمه جمهور الأهلي في حين أنه كان عدد كبير عدد كبير أكتر من 30 على فكرة أكتر من 30 ألف وكان موقف كويس من الأمن أنه تم السمح لجمهور الموجود في محيط برج العرب أنه يخش المباراة وكان الرد أو كان المظهر الحضار اللي احنا شفناه شيء مباشر للجميع وفيه أحسن من كده بزم تب ما فيه أحسن من كده جمهور كان بيقازر الفريق وعرف أن فريقه خرج بفرق أهداف كمان كبير وزعلان وكل حاجة بس عرف أن الموقف صعب وعرف أنه لازم يبقى جنب فريقه فوجه لهم التحية بعد المباراة فجمهور عمل كل السلوكيات المميزة اللي ما ينفعش تغلطه فيها في أي حاجة خالص في مباراة زي دي إزاي بقى ما يحدرش المباراة بكرة ده اللي أنا بقوله ده اللي أنا بقوله التزامن ده مع ده يخليك يخلي مجلس الأهلي أو يخلي قدرت الأهلي أو يخلي جمهور الأهلي بالتحديد أنا أتكلم عن الجمهور عنده حالة غضب طبعا أنا عملت كل حاجة أنا ظهرت بمظهر كويس الفرق الأقصاد استفادت من حضورها من حضور جمهورها أنا من حق أن أنا استفيد حتى لو بالعدد المسموح بي هو الأهلي ما يطالبش بزيادة عدد أو ما يطالبش بحاجة فوق ما أخده الأندية التانية لا بطالب بحقوقه أنت أقريت من الدور التاني قرار قرار رسمي من الانتحاد الكورة الملاعب دي مسموح فيها بالدخول بخمس تلاف مشجعة أربعة تلاف ونص أنا أول مرة أشوف اللقطة دي اللقطة هما بقى داخلين أنا غرار في كلام ما لابس بص جمهور الأهلي يا جماعة اللي موجود في المصورة والدرجة الأولى بيحيي إزاي تحية متبادلة ما فيش لفظ خارج ما فيش حتى غضب كان ممكن كنا ممكن إحنا نستنى غضب جماهيري بعد المباراة الخروج بعد المؤذرة وبعد التعب أن يبقى فيه غضب لا بالعكس شوفنا الغضب ده توجه بصورة تحفيز للفريق للجاي لأنه كان الأمل كان ضعيف كانت كل متفق أن الأمل ضعيف في البطولة فهتحول التركيز مباشرة الجمهور الأهلي عنده وعي وجمهور الكورنة المصرية كله عنده وعي دلوقتي اتحول التركيز مباشرة للي بطولة الدوري لا أنا بدأ مخسر بطولتين لا أنا خسرت بطولة خلاص قريدي بركز في إداية دلوقتي اللي هي بطولة الدوري وأعتقد أن من أهم مبارياتها مباريات بكرة طبعا طبعا شيء مصير مصير للاهتمام بالنسبة للجمهور مصير للغضب بالنسبة لهم أننا مش من حق أننا أحضر المباراة دي خاصة أنه هو كمان مش جمهور زي ما قلنا ده هيبقى أعضاء جماعية عمومية معروف طبعا هويتهم معروف إيه السلوك بتاعهم طبعا سلوك كل جماعية الأهلي سلوك محترم شايفينه على الهوى ولكن أنا أقول ما فيش ما كانش فيه مبرر أن إحنا تحصل الأزمة دي قبل مباراة 24 ساعة موقف الأهلي اللي جاي أو اللي هيحصل بكرة الأهلي معروف أنه هو طبعا ما بيصدرش أزمات مش هيصدر أزمة مش هيعمل أزمة جديدة ما بيصنعش أزمة بل بالعكس هو دلوقتي تحط في أزمة يعني الأهلي دلوقتي بمجلسه هو مش هيصدر أزمات بس مش هتنازل عن حقوقه هو تحط في أزمة هو تصدر له أزمة بالضبط يعني كنا بنتكلم أنه هو الأهلي تصدر له أزمة ومش مكبر أنه يتنازل عن حقوقه في الأزمة دي ومن حقه من حق أنه يطالب بالعدل في المسابقة بالعدل والتكافؤ الفرص المنوح لكل الفرق من حق الأهل أنه هو يتمسك بموقفه بحضور الجماهير سواء بقى اتحاد الكرة طراءة ليه أنه هو ممكن يأجل المباراة لوقت يكون مسموح ليه بحضور الجمهور خصوان أنه اللي واصل دلوقتي بس الأهل رافض التأجيل أن الأمن رافض لو تكلمنا أن الأمن رافض في التوقيت ده أو في اليوم ده حضور الجمهور خلاص ما ما فيش حال تاني بس الأهم في القصة دي أن الأهل مش هيتنازل أو يعني معروف أنه مش هيتنازل عن حقه واللي بيتمسك في القصة دي في حضور جماهير المباراة الأهل بيتمسك حتى الآن قد تلك زي ما قلنا قبل ما نخش الهوى الأهل بيتمسك بخوض المباراة بكرة وبحضور عدد الجمهور المسموح بيه بالضبط بنفس الكيفية وبنفس الطريقة اللي بيخش بيها بقية الفرق التانية بالدعوة وبكرني الجماهية العمومية وأربعة تلاف ونص مسموحين لجمهور الأهلي خمسمية مسموحين لجمهور بيرامدز ثلاثة للأهلي ومية وخمسمية لتحاد الكورة وخمسمية لبيرامدز يعني أربعة ونص خمسمية لفريق بيرامدز بالضبط نفس اللي حصل مع الزمالك في الدور الأول واعتقد نفس الملعب ملعب بيتروسبورت اللي شاعت وهو ده اللي بيخليها نسأل يعني ده اللي بيخليها نسأل إحنا طبعا بنحترم الأمن جدا وبنقدر كل مجهودات اللي بيقوم بيها لتأمين كل المباراة وكل الأحداث وظروف البلد اللي هو بيتراغة لها بس لازم يكون فيه إجابات أو ردود منطقية على إن مباراة كنت بتحديد كندي أهلي مع نفس الفريق اللي لعبه الزمالك بجمهور واللي لعبه الإسماعيلي بجمهور يكون فيه رد على إنك مش هكلا عبدالك مهور أعتقد إحنا بنستمى الرد أو المفروض الأزمة دي يكون موجودة في اتحاد الكور نستمى الرد من اتحاد الكور من اتحاد الكور مش من الأهلي ومش من الأمن ومش من الأمن ما احترمنا طبعا الآن طبعا بنقدر مجهوده في الفترة دي وفي الفترات طبعا طبعا وكلها بنسن وبنقدر التواصل وبنقدر كل حاجة بخصوص الظروف بتاعة البلد أو اللي مسموح في الوقت ده للبلد ولكن أنا القائم على التنظيم اللي بيقدر يتواصل مع الأمن وياخد الموافقات ويقدر يحدد مواعيد بناء على هذه الاتصالات لا هو دلوقتي الأزمة عنده هو هو اللي يقدر يحله أنا دلوقتي ما برميش الأزمة ولا في الأهلي ولا بيرامدز ولا الأمن لا اللي قادر على التواصل مع الأمن هو اتحاد الكور اللي قادر ياخد قرار سواء بتأجيل أو بالمباراة أو 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 هو اتحاد الكورة شوفنا قبل كده تعديلات كتير جدا في جدول الدورة سواء بقى بتدخلات من الأمن أو بتدخلات أخرى وطبعا معروف طلبات تانية تقدمت وتم الانصيع لها فالتحاد الكورة بننتظر منه النهاردة مش بكرة بننتظر منه حل للموضوع ده حل الأزمة دي تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص اللي أنا أصر أن أنا لازم أذكره طبعا أنت بتنظم مسابقة أنت المسؤول أنت المسؤول أن أنت توازن من كل الفرق اللي بتنفس ماينفعش الأهل ييجي ويقول أنت حرمتني من جمهوري والمنافس بتاعي المباشر لا استفاد بجمهور إحنا عارفين أن بيرامدز بيلعب المباريات على ملعب الدفاع الجوي المباريات التانية ما فيهش أزمة مباريات بيرامدز الأهل يلعبها بنفس الشروط المطبقة من اتحاد الكورة أن ملعب الدفاع الجوي ما بيستضيفش المباريات لا طب دلوقتي ما لعبته أزبورتي بيستضيفه طب من وجهة نظرك ممكن تكون إيه الأسباب من وجهة نظرك السابق حول أدار على سبب طب هو اللي بيتقال بصيغة رسمية من اتحاد الكورة أن الأمن هو اللي رفض وأنا همشي مع هذا يعني أنه همشي أنا هسدق أنا عندي حسن نية اه أنا عندي حسن نية أن الأمن رفض دخول الجماهير في الوقت ده طيب أنت كالتحاد كورة فيه أنت وزنتك التانية أنت مفروض أنت تتمسك قبل الأهلي أن اللي يتطبق على الزماليكو بيرامدز يتطبق على الأهلي ليه ما حلتش أنت الموضوع قبل ما ترجع للأهلي أو قبل المباراة 24 ساعة أنا عارف من أسبوع أن الوقت ده مثلا غير مسموح فيه ما إحنا مشي مبارح أو قول مبارح تم تأجيل مباراة يوم الاتنين آه عشان بطلب من الأمن بسبب الاستفتاء حلت أنت أو لا ما حلتش حلت شفت معاد تاني معاد واتنين ده بالعكس ده إحنا شفنا حل لمباراة في الكونفدرير الأفريقية مصر هتستضيف مباراة الهلال والنجم السهل المباراة دي كان معادها 22 إبريل اتحاد الكرة توصل لحل أنها تتأجل يوم يوم 23 علشان تقام في مصر فأنت كتحضر عندك حلول أنت اللي تتواصل مش النادي الأهلي والنادي الأهلي لو نفتكر في قرارات مجلس إدارة سابقة قال أن الموافقات الأمنية والملعب اللي استضيف المباراة بتحديده بحيث أنه هو يستوعب جمهير الأهلي دي مسؤولية اتحاد كرة فأنت إذن أنت عندك التفاصيل دي أكتر من أي حد أنت اللي بتنظم المسابقة وعارف التفاصيل دي عارف أن الأمن ممكن يرفض في اليوم ده أنت محدد المباراة وعارف أن الأمن ممكن يرفض لا أنا ممكن قبل فترة من المباراة أشوف موعد تاني أقدمها يوم أخرها يوم وممكن يكون الأمن فجئهم بالرفض ممكن يكون الأمن فجئهم بالرفض ما أعتقدش ما أعتقدش لا الأمن ما فجئش المعلومات موجودة في اتحاد الكتورة يعني ما يحطوا النادي الأهلي من تحت الأمر الرواقع قبل 14 أنا قلت لك أدتك مثال إحنا من ثلاثة أيام نجي جواب من الاتحاد الأفريقي إقامة مباراة الهلال والنجم الساحلي آه الهلال والنجم الساحلي يوم 22 من 3 أربعة أيام اترد عليه بإن لأ خلوها لو سمحت 23 إذن إنت عندك معلومات من 3 أربعة أيام ليه إحنا استنينا للاجتماع الفني اللي بيصبق المباراة 24 ساعة أنا أعتقد أن الاتحاد الكورة عنده المعلومة ما تفجحش أنا أحد أسألك سؤال إحنا ليه دايما إحنا مبارياتنا في الدوري المصري بدل ما نتمتع بيها فنيا ونترقب بالتشكيل ده والتشكيل ده والأمور هتبقى ماشي إزاي وده فاني هتبقى حلعب إزاي نتكلم في أزمات قبل المباريات بساعات قليلة جدا مطش قالي الزمالك ده مثلا الناس كلها كانت مترقبة المطش بقى وقالنا بقى مطش عالمي هنشوفه لأن المنافسة وفرقتين جمدين قوي يوم المطش الصبح المناخ طبعا والأمطار وكلام من ده والأرصاد كانت محذرة مش عافية ومع زيك شوفنا مباراة سيئة جدا للأسف وملعب كان سيئ وكلام من ده مع الظروف هالي بتحكم تمام مباراة الأهل هو بيرميز نفس القصة أنت دلوقتي جاي على مطش جامد جدا ما بين فرقتين تتفرق تتمتع قرويين حتى لو أنت مش أهلاوي حتتفرق وتتمتع من خلال إمكانات اللاعبين الموجودين طبعا إيه لازمة أزمة من غير لازمة يعني هي أزمة فعلا من غير الأزمة طب ليه يعني أنت مفهول نتكلم فنيا أصلا في المطش مفهول نتكلم أنت بتقول أزمة لا ده إحنا أزمات إحنا طول الموسم على كترة أنا بتقيم تحديق عمرو رات الأهل وإحنا لكن فعلا طول الموسم فيه أزمات كثيرة طول الموسم من بدايته واللي بيتقال على طول يعني ردا على أي نقد أو أي هجوم أو أي كلام ده موسم استثنائي معه موسم استثنائي أو كل حاجة ما فيش أي مشكلة موسم استثنائي مش لمصر بس يعني كل الدول الأفريقية أغلبهم كأغلب دول شمال أفريقيا عندها الموسم الاستثنائي ده ولكن إحنا ليه ما بنسبقش زي ما انت بتقول ليه بنستنى ساعات عشان نحل الأزمة يعني ليه نعمل الأزمة وأكيد نحله إحنا ليه ما بنسبقش ليه ما بنحطش قدامنا الخريطة القدام يعني إحنا حد للوقتي إحنا بنعرفش الدورة ينتهي إمتى إحنا لحد دلوقتي بنعرفش الأسبوع اللي بعد الجاية هتلاقي بإمتى إحنا لحد اللوقتي فعلا إحنا إحنا آخر جدول نعرفه دي وكلات الأنباء العالمية بتشتكي من القصة دي على فكرة بيقولك إحنا مش عايفين جدول الدور المصري إحنا في حاجة عندنا بتمشي بالبركة ولسه الموسم ده برضو بيكمل وهيكمل بالبركة إحنا الفرق اللي هتلعب في البطرات الأفريقية حد يعرف يتحدده إزاي الموسم مش ينتهي قبل كاس الأمة لازم يكون انتهى في مهلة وفي مهلة من الاتحاد الأفريقية عشان تبعت أسامل الفرق اللي بتشارك في البطرات الأفريقية طب هتتعامل إزاي مع الموقف ده هل هنستنى لليوم الأخير في المهلة عشان أطلع أقول للأندية يا أندية أنا عندي موسم استثنائي كذا 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 خلاص أنا هختار الأندية بناء على هذا المعيار حد تتكلم محدش تتكلم هنستنى قبل المهلة بيومين ونقول حصلها نعمل اتصالات بالتحدي الأفريقي التحكيم وقال ليني السنة دي أن المفروض كان حيبقى فيه فار في الدور التاني وإحنا عارفينه صعب هل في استعدادات لحد دلوقتي هل في استعدادات دلوقتي جدية من تحدي الكرة أن يكون في فار في الدور المصري ولا الموسم الجدي هنجي بقى قبل الدور الميبتدع أطول نقول أن هنحاول نعمل فار انت بتتكلم عن الفار مستوى التحكيم السنة دي يرضي حد كل الفرق اشتكت شايفين أخطاء السنة دي غريبة شايفين مستويات خلت دفعت أكتر الأندية أن هي الطالب بحكام أجانب ممكن السنة دي ظاهرة من أكتر المواسم اللي فيها حكام أجانب من أكتر المواسم اللي فيها أخطاء أنا قبل ما بص للفار بقى لها طب بقى السنة الجاية أو السنة اللي بعدها أو اللي بعدها هل أنا اشتغلت على التحكيم بتاعي نرفع مستوى احنا شفنا خطة أو شفنا مثلاً ما أعلنوش على أي خطة بصراحة ما أعلناش على أي حالة ما أعلناش على أننا هرتقب مستوى التحكيم ده ازاي أننا لأ أتصدى الموضوع التحكيم الأجنبي هو كل ما يقال لا لو مش عاجبك المصر روحت أجنبي ودفع ما ده مش حل مع أن الحاكم المصري برضو عنده كدرات جيدة يعني شفنا جهات جريشة في ممورة الهلال والأهل السودي عمل ممورة ممتازة جداً طبعاً هل الأجواء بتفرق عندنا حكام كويسين جداً عندنا حكام كويسين وعندنا حكام وعيدين وعندنا حكام يعني على أعلى مستوى مفروض إحنا كنا بنفتخر بحكامنا في الوطن العرب وفي أفريقيا لأ دلوقتي إحنا بنشوف حكام يعني في الوطن العرب أو في أفريقيا بيتفوقوا على حكامنا وده مش مقبول إنت بقى كتحكر أو كلاجنة حكام أنا ده سؤالي إنت اشتغلت عليهم إزاي طب إنت هترجعني إزاي تاني المستوية أنا ما ينفعش إن أنا أكتفي بإن أنا هات حكم أجنبي وده برضو على فكرة يدر التحكيم أو يدر الحكم من مصر بتاعي لما الأهلي والزمالك وبيرامدز ويمكن سموحها بيطلب دلوقتي ويمكن أندية تانية كمان بتصرع على الهبوط لو عندها مش طالب حكام أجانب هي بس مباراة معينة مباراة معينة لكن إن زميك عايز في كل مباراة وبيرامنز عايز في كل مباراة واسموحة رجع في كل مباراة والأنداء اللي بتصرع على الهوط لو عندها إمكانيات هتطلب حكام أجانب بس ما عندهمش إمكانيات فمش هيطلبه راضيين بالأمر الواقع ولكن إحنا عندنا أزمة في التحكيم لازم نقول إحنا هنشتغل عليها إزاي أنا ما جيبش حكام أجنبي يأثر كمان بالسلب على الحكام المصري يعني أنا كل ما جيب في حكام أجانب ده مش هيفيد حكامي ده هيأثر عليه بالسلب إن كل ده مش راضي عني بالزبط لا إن مفهود يكون فيه خطة نشوفها الموضوع التحكيم هو القصة كلها إن إحنا لازم يا جماعة نحضر نفسنا كمسؤولين أو كالتحاد كورة أو كأي منظومة في مصر لازم أن أنت تحضر نفسك كويس جدا ومتزنقش نفسك لللحظات الأخيرة والساعة الأخيرة والأيام الأخيرة ما نتفاجئش بقراراته ما استنناش معلش ما أحترمني أسمانت التصريحات من يومين إن لو الأهل أو الزمالك لو ما صعدش في أفريقيا فممكن نعمل إيه في الدوري طب لو الزمالك لو صعد ممكن الدوري يبقى فيه صعوبة إن هو يكمل وإحنا مش عارفين إن فيه أندية مصرية بتشارك في أفريقيا دي معروفة من أول الموسم أنا اتفاجئت إن الزمالك هيصعد دلوقتي أو الأهل هيصعد دلوقتي هو قالوا إن ممكن المهندس هاني بوريدا بعلاقاته مع الاتحاد الأفريقي إن هو يتكلم معهم ويقول له ما عايزين نأجل بس الفترة بتاعة الإعلان عن الأندية المشاركة في بطولات الأفريقية طب فرداً الاتصالات الودية دي ما جابتش النتيجة يبقى خلاص إنت كده خلاص حطيت إنت بديل بقى لأ ما أنا بتكلم إن أنا ليه أستنى لأخر يومين والجأ الاتصالات ودية إن المهندس هاني بوريدا يتدخل مشكوراً ويقول يا جماعة أجلونا تدونا استثنى لما تدونا إحنا عارفين دائرة إخلاص إمتى؟ نعم عارف طب ما ممكن الاستثنى دا الاستثنى اللي هيددونا مهما كان هو يكون دوري برده مخلص يكون دوري أبطالة الأفريقية بقى دا والدور بتاعة لسه مخلص فإنت إيه المعيار بتاعك اللي هتحطه؟ محدش يعرف حتى في اتحاد الكرة نفسه محدش يعرف ودي ممكن تعمل أزمة على فكرة بالمناسبة في نهاية الموس في فرق عندها طموح المشاركة في البطالات الأفريقية طيب وده حقه؟ خلينا في الأزمة الحالية بقى إزاي يتم الخروج من أزمة حضور ممهور النادي الأهلي المبراد بيراميد زفادان منهم بتنظرك؟ ما أنا قلتلك دا الحل لها عند اتحاد الكرة اتحاد الكرة اللي هو بيتمثل في إيه بقى الحل؟ التواصل مع الأمن وإقناعه بحضور الجمهور انت شكك أن اتحاد الكرة ممكن ما يقومش بالدور دا؟ ممكن اتحاد الكرة الأمن يقول له مش عايز جمهور فلا هو خلاص ما يقش في محاولات ما فيش محاولات أنا ممكن أعمل محاولات الأول إن الجمهور يخش طب أقول لك يا سيدي ممكن قلل العدد ناصر بلاش خمس تلاف خليهم ثلاث تلاف أنا أصدي ابدأ بالحلول الأول إن انت تتواصل بها مع الأمن وأعتقدش إن الأمن هيرفض إن ثلاث تلاف يحضروا في مباراة أستاذ تهي في عدد قليل أول عدد قليل وبعدين إحنا الأمن بتاعنا قوة جدا يعني يقدر يأمن أي حدث يعني مش هيبقى فيه تراشف مش هيبقى فيه أزمة مش هيبقى فيه ولازم برضو هنقف مع الأمن ونقول إن لا الجمهور الأهلي يلتزم يعني برضو يتاخد وعود أو يتاخد كلام إن جمهور الأهلي يلتزم التفتيش يبقى فيه التزام فيه إن يبقى فيه مرأبل تصرفات الجمهور أثناء المباراة معندناش أي مشكلة الجمهور هيبقى ملتزم يأذر فريقه بعيدا عن أي شيء آخر وأعتقد إن جمهور الأهلي عنده الوعيف ده يعني مش هيبقى فيه مشكلة ده من ضمن الحلو الحل التاني لو خلاص يعني غير مسموح خالص على الإطلاق بحضوره الجمهور بكرة لأنا اتحاد كورة ألاقي حل بتأجيل المباراة بتتنصيق مع الأمن والأهلي احتراما لكل الأطراف لا إن جماعة المباراة دي فيه نوي مش هتقام بدون جمهور في التوقيت ده بسبب كذا كذا أوديهم سبب أشركهم معي ففيه حل إن إحنا ممكن نأجلها للمعادل الفلاني مثلا وهيكون مسموح فيها بحضور الجمهور يعني أكيد نتمنى حل سريع لهذه الأزمة قبل 14 ساعة ما نستناش لبكرة المباراة بكرة وأعتقد إن الحل اللي ودي ما بين اتحاد الكورة والأمن هو الأقرب إن إنت قلل العدد واسمح بدخول الجمهور هي الأزمة في الحقيقة مش مع بيراميدز عشان أمور تبقى واضحة مش مع أي جهة أو حج معين مش مع اتحاد الكورة مش مع كامدة الأزمة بالنسبة لنادي الأهلي هي في حضور جماهيره وحق المشروع اللي عايز يستخدمه في المباراة بتاعة بكرة أو بالمناسبة حقل أي منافس يعني لو الزمالك في نفس الموقف استخدم حقه في مباراة بيراميدز وحضور الجماهير إسمعايا استخدم حقه في مباراة بيراميدز استخدم حقه في أنه هو ما يلعبش مباراته مع الأهلي قبل ما الزمالك يلعب م PURAMIDز الهي الحقوق واضحة لكل الأندية المصرية وإحنا نتكلم بالشكل عام على كل الأندية المصرية الأطل ما يزعلش حد بالأي نادي بالذلط طيب خلينا نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نواصل هذا الحوار الشايك استنونا بعد الفاصل سريعا مستمرين في الحديث على كل الجوانب الخاصة بمباراة الأهلي وبرامتز وكلمنا فيما يخص حضور الجماهير لكن لسه دفي في الستوديو أستاذ محمد السيد بتحديد عايز أسألك هل أزمة الجمهور دي وعدم حضوره أو حضوره لمباراة بكرة ممكن يشتت شوية لعبي الفرقتين أو بالتحديد النادي الأهلي أنا أقول شقين الشق الأول طبعا وارد مع أي فرقين دي شابت الشق الثاني أن المفترض بحجم لعيبة النادي الأهلي أو اللعيبة برضو الموجودة في بيرامتز مفروض دول بعد تماما عن اللي بيصار ده كله مفروض تركيزهم كله في الملعب ويمكن الأهلي بالتحديد يمكن قافل تدريباته من مباراة الأمور فيها تركيز كبير جدا في التدريبات أعتقد أن ده لعيبة برضو كبيرة لعيبة محترفة لعيبة عارفة يعني إيه اللي بيضار ده ما يشغلهم الشغل الشغل اللي هم سواء جهاز فنية أو لعبين هو الملعب فأعتقد أن ده مش هيبقى ليه تأثير والنحية الثانية برضو أعتقد أه مش هيبقى ليه تأثير أه مش هيبقى ليه تأثير برضو فيه لعيبة أناك بحجم كبير يعني فنيا بقى خلينا نتكلم بقى فنيا شوية في الموتش إن شاء الله بإذن الله ما تلعب بكرة بحضور الجمهير إن شاء الله أنا أتمنى رؤيتك للمباراة فنيا الفرقتين أبرز للعيبات هنا وهنا الدنيا أي طبعا مباراة صعبة مباراة صعبة جدا وأنا أمكن بقول عليها من مباراة المفتاحية أو الفاصلة في تحديد بطل الدوري المسيم ده مع مباريات يوم الأثنين أو التي تأجلت الزمالك أوبيرا من ذو الأهل والمصري ومباراة الأهل والزمالك الأخير دي مباراة هتحدد ومرأة على فكر الإسماعلي برضو يعني الأهل مع الإسماعلي والزمالك موطشن الإسماعلي هيكون صعبين ومباراة حاسمة وأنا بقول الدوري السنة دي في الأربع فرقة دول تحديدهم بين الأربع فرقة دول المصر والإسماعيل يبقى لهم دور كبير جدا في تحديد البطل فالمباراة صعبة وصعبة على الفريقين صعوبتها على الأهل كمان أكبر أو أهمتها للأهل أكبر أنه هو دلوقتي الأهل خلاص بقى تركيزه على بطولة الدوري هدفه الأول بطولة الدوري طبعا بعد الخروج الأفريقي فمن كل الأوجه أنت كمصالحة لجماهيرك أنت كموسم ليك تنجحه أو تحفظ فيه قدر من النجاح عشان برضو نبقى فيه دقة في الكلام لأن النجاح الكامل كان يبقى بطولتين طبعا فتحفظ فيه قدر من النجاح بطولة الدوري وكاس مصر فده اللي فاضل للأهل السنة دي أعتقد أنه يبقى فيه تركيز كبير جدا في الأهل على البطولتين دول خصوصا بطولة الدوري دلوقتي في المباريات اللي في شهر إبريل مباريات مهمة زي ما قلنا مباريات فاصلة بدايتها في بيرامدز والأهم أن مباريات بيرامدز جاية بعد الخروج الأفريقي مباشرة وبييرامدز كسب الأهل الدول الأول ففيه كذا كذا عامل من العامل اللي هتخلي الأهل سريعا الإصابات في بيرامدز كينو فعلا مش هيلعب وبينفينتي وكلام من ده مين اللي قال فيه إصابات ملك النادي طبعا أعلن فيه بينفينتي وكينو كمعلوماتك أنت إيه مصابين أنا ما لا نشوف نمكن قابليها برضو تويتها بيوم من ملك النادي بيتكلم هو طبعا أنا شايفها في إطار الدعابة الحرب النفسية وبيعتبر حرب نفسية لكن هم متحين إنما اللعيبة جاهزة جاهزين هالعبوا يعني كله هو بس عمر خيربين هو اللي غايب للإقطاف إنما بقى الفريق كله جاهز وده طبعا في إطار التشويق والإصدار اللي بيحصل وده طبعا أي حاجة خالص توقعتك أخيرا المباراة مباراة أنا يجب أن أقول صعب فيها التوقع ولكن الحوافز عند الأهل أكتر وأعتقد هو الأقرب أو التعادف إن شاء الله بإذن الله أستاذ محمد السيد أنقد رياضي بالأخبار المسايا أنا بشكرك شكرا نزيل شكرا جدا طيب يعني أكيد مع نهاية الحلقة نتمنى الدنيا كلها والأمور تمشي بالشكل الجيد وبإذن الله الأمن وافق على حضور جماهير النادي الأهلي مباراة الغد أمام بيرامدز والأمور تمشي بشكل طبيعي زي بقية المباريات وإن شاء الله بإذن الله تكون مباراة مصيرة فنيا بشكل كبير جدا ونتمتع بيها كلنا كمتابعين المباراة كبيرة بحجم مباراة الأهلي وبيرامدز نتمنى إن شاء الله بإذن الله الأزمة دي تعدي على خير وتخلص بسرعة ونشوف إن شاء الله بإذن الله ماتش بكرة في معاده بشكل كويس جدا وأجواء تكون رائعة بإذن الله كل التوفيق لنادي الأهلي في هذه المباراة إن شاء الله يفوز بسلسة نقاط مهمة في مشوارة وبطولة الدوري وبإذن الله يواصل اعتلاق صدارة الجدول وده إن شاء الله بإذن الله نتمنى من كل جمهورنا دي الأهلي دي حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا استنوني في حلقة بكرة جديدة بإذن الله من نفس البرنامج إلى اللقاء اشتركوا في القناة